أيضاً من أهم الأخبار المحلية التي حدثت على مدار الساعات الماضية واصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حقب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية هذا وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة ماضية من ضبط 482 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 84 طن مواد غذائية وغير غذائية أما في مجالي حقب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط قرابة 43 طن مواد غذائية وغير غذائية أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 46 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 612 قضية من بينها 184 قضية خبز ناقص الوزن و168 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 7 قضايا بمضبطات بلغت قرابة 52 طن قمح محلية ترجمة نانسي قنقر